طريقتنا في المشي تؤثر على صحاتنا الجسدية والعقلية هذا ما توصل إليه باحثون في جامعة كاردف في المملكة المتحدة من خلال دراسة طرق السير المختلفة وتأثيرها على الصحة مع التركيز على كيفية تغيير طريقتنا في المشي للحد من المخاطر وبحسب الدراسة فإن تدريب الناس على تغيير مشيتهم في منتصف العمر يمكن أن يوفر عقوداً من الألم ويجنبهم الحاجة إلى الجراحة في الرقبة في وقت لاحق دراسة أخرى أجراها الباحثون في جامعة شينغاي جياو تونغ الصينية على عشرة أشخاص مصابين بالتهاب المفاصل في الرقبة تعلموا خلالها كيفية تغيير الضغط أثناء المشي إلى الأجزاء المسلع من مفاصل الرقبة وأثبتت الدراسة أنه من شأن تغيير طريقة المشي تخفيف آلام التهاب المفاصل بعد أن أبلغ المرضى انخفاض الألم بمقدار الثلث تقريباً وتحسن قدرتهم على المشي بمقدار مماثل فالمشي مع إبعاد الركبتين عن بعضهما أو تقربهما يمكن أن يضعف الضغط عليهما وهذا يساهم في إنتاج خلل خلوي يسبب التهاب المفاصل التقليدي وكانت دراسات سابقة كشفت عن رابط قوي بين ضعف القدرة على المشي والإصابة بالاكتئاب لاحقاً ليتبين أن تغيير نمط المشي قد يساعد أيضاً في منع الاكتئاب لميس إبراهيم العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر